فمثل عندما أقول لأم المتحدة لا ترثي لحالنا ولا تتألم لآلامنا أعضب لكم مثلا يعني صغيرا انظر الناس الآن في مدينة الدرنة مدينة الدرنة يعني بها من السكان أكثر من 120 ألف كبار وصغار ونساء وأطفال وغير ذلك وهي المدينة التي قدمت من أبنائها مئات الشهداء في دحر المتطرفين والغلاة وتنظيم الدولة الذي يتزعم الأمم المتحدة ويتزعم الدول الكبرى أنها تحاربهم أنها تحارب هؤلاء الناس يعني دون دعم من أي جهة من أنفسهم من جهودهم الذاتية يعني هم الذين استطاعوا أن يلحقوا أكبر هزيمة في ليبيا بتنظيم الدولة الذي كان متربعا ومستقرا في درنة ماذا كافأه المجتمع الدولي وماذا كافأته الأمم المتحدة كافأوها الآن بالحصار حصية الآن تحاصر حصارا مريرا خانقا أكثر من شهر ونصف الآن وقبل ذلك حصار جزء يمكن أكثر من عام الآن يمنعون عنها الدواء والغذاء والوقود وضروريات الحياة والناس فيها يستغيثون وما تركوا وسيلة إلا توسلوا بها هل الأمم المتحدة سقطت دمعة لها دمعة وإلا قدمت لها إغاثة وفعلت أي شيء يفك الحصار عنها ويتملك بكلمة منها فقط بكلمة ممن يتحكمون في الأمم المتحدة لحفتر كلمة بل نصف كلمة بل ربع كلمة أنه ينفض ويمتعد عنها لكن الأمم المتحدة ومن وراها لا يريدون ذلك يريدون أن يعاقبوا هؤلاء لأنهم الذين قاتلوا الإرهاب وأنهم واقفون في صف الثورة وهم لا يريدون ليريدون لهذه الثورة أن تقوم بل هم يدعمون الثورة المضادة بكل وجوهها أو بكل أصرافها ترجمة نانسي قنقر